موسيقى الكعبة المكرمة دكتور وشو علاقة الكعبة بالتبول اوه علاقة كبيرة كتير ما بيصير نؤدي الحاجة يعب منك باتجاه مكة شو هالحكي مقولة ايه طبعا دكتور لانه مكة اقدس بقعة على الارض والبول والخراء نجاسة ومين علمك هات الشي الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط يعني الخراعب منك فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها يعني ما تديروا وجهكم اوقفاكم باتجاه القبلة ولكن شرقوا او غربوا يعني شمالا وجنوبا ممنوع دكتور بس انت لما كنت بالبيت عندي فدت على التواليت وقضيت الحاجة والتواليت عندي صايرة باتجاه القبلة معناتها خلفت الشرع ضمن البيت وضمن اربع حيطان ما في مشكلة دكتور يا سيدي الرسول منع نعملها باتجاه القبلة بس بيوم من الايام ضرب الفضول بابن عمر رضي الله عنه فقام اخونا تسلى على سور بيت حفصة مرت الرسول رضي الله عنها وارضاها مشاني بص بص لا دكتور لازم تقول رضي الله عنه ايه طيب طيب رضي الله عنه وبعدين وبعدين يا سيدي شاف لك شوفي عجيبة شاف لك الرسول عاطي وشه للشام وقفالي مكة وعم بيقضي الحاجة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبل الكعبة ايه لا عمى على هالشغلة كيف هيك؟ يعني بيعلم الشي وما بيلتزم فيه؟ لا مو هيك يا دكتور هاي ارادة الله انه ابن عمر شاف اللي شافه لانه رسول بيعلمنا من خلال هاد الشي انه ضمن اربع حيطان فيك تدير قفاك للقبلة ولكن فيه الخلاق ما بيجوز يعني لو ابن عمر ما كان فضولي وما شاف اللي شافه كنتو ضليتو على عماكو تتجنبوا القبلة في الخلاق وفي البناء ايه والله يا دكتور بس المسألة اعمق من هيك بكتير وفيها خلاف بين العلماء مالكو الشافعي واحمد رحمهم الله قالوا ان هذا النهي انما هو لمن كان في الفضاء بحيث لا يوجد ساتر بينه وبين القبلة اما في البنيان فاجازوا استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة ابو حنيفة وابن تيمية رحمهما الله قالوا تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقا في الفضاء والبنيان هلما اسألت الخراء تحتاج كلها الفسف الفقهية طبعا دكتور المخالفة فيها اساءة لله ومشان هيك كل كتب الفقه بتحكي بموضوع قضاء الحاجة ما في داعي تشغل مخك بقضاء الحاجة سيد اسلام في امور اهم بالحياة والشغل الحلوي يا دكتور انه بعض العلماء بيقولوا انه اذا كان في حاجز بينك وبين الكعبة يعني سيارة او حجرة او شجرة ممكن تقضي الحاجة باتجاه الكعبة وروا ابو داود والحاكم ان مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اناخر راحلتهم مستقبلا القبلة يبولوا اليها فقلتوا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن ذلك قال انما نهي عن هذا في الفضاء فان كان بينك وبين القبلة شيء يستركا فلا بأس اذا انحليت روح ديره الشاكل الشجرة وتبول ما في داعي للبوصلة ايه والله معك حق دكتور يلا على الله الاتكال اللهم سبتك يا عقل هاك اشتركوا في القناة